بسم الله الرحمن الرحيم معكم عبد المجديد ابو طالب اليوم ان شاء الله بنحكي عن واحدة من اهم ومستخدمها بكثرة واحياناً بتكون داخلة بحلول على مواضيع ثانية اللي هي السيجمنت تري بالاساس هي بتحل اللي هي رينج رينج منموم كوري او او رينج ماكسوم كوري او رينج سم كوري يعني لو كان عندي رينج معين وبيدي سم له او بدي اقل عنصر موجود فيه او بدي اكبر عنصر موجود فيه واحياناً ممكن انه السيجمنت تري دخل بحلول على مواضيع ثانية ممكن تكون وبحتاج فيها السيجمنت تري لا احسب اشي معين اه ممكن احتاجها فيه فاستخداماتها واسعة ومهمة اه في البروبلم سولبنج نبدأ بالباول نحكي عن ومن خلالها نحكي انه احنا ليش بحاجة للسيجمنت تري وقلق لو عطيتك اري حجمها ان وعندي نوعين من الكويرز على هاي الارة الكويري الاولى كيو ورقمين لفت ورايت كيو حرف ورقمين لفت ورايت اقولك بدي شو اقل اه رقم موجود بالرانج بين لفت ورايت بالانديسيز بين الاندكس اه لفت لحد الاندكس رايت بالارة ايه الكويري من النوع الثاني هي يو اكس واي معناته انه الاندكس اكس بالارة ايه خلي قيمته بتساوي اه واي الانبوت اول يشير رقمين اللي هم الان والكيو اللي هو طول الارة وعدد الكويريز بعدين عندني اه في الارة ايه نفسها الاليمنت استبعاتها بعدين عندي اه اللي موجودة على اه على الارة اللي عندي مثلا انا عندي في البداية الارة فيها واحد خمسة اثنين اربع ثلاث عندي كويري بين الواحد والخمسة اقل رقم موجود واحد كويري بين الواحد والثلاث بين الاندكس واحد لحد الاندكس ثلاث هنا اه بين واحد والثلاث هو اقل رقم واحد كويري بين الثلاث والخمسة من الاندكس ثلاث لحد الاندكس خمسة اقل رقم موجود اللي هو اه الاثنين والكويري اه الاخيرة وقبل الكويري الاخيرة في عندي ابدات بالنسبة للبزج هنا ثري اه خلي قيمته بتساوي اه ستة بعدها كويري ثانية من واحد لخمسة اقل رقم موجود حد الان اه واحد طبعا الان والكيو اه عددهم عشر رقص خمسة لو انا بدي احلها بالبروت فورس راح الف على كل كويريز بكل كويري اه بالنسبة للأبدات ما عندي مشكلة فيها خلص الاندكس معين اكس خلي قيمته ما فيها مشكلة المشكلة بالكويري من النوع الاول اللي هي الكويري نفسها السؤال من لفت لرايت بدي اقل رقم بدي اضطر الف من لفت لحد رايت واخذ اقل رقم موجود لان انا ما رح اقدر ان اخزن اه بالبداية بن كل من اي لفت لاي راتي قدش منهم لانه بحتاجك ميموري خمسة عشرة اص خمسة تربيع عشرة اص عشرة فبدي انه كل كويري بدي رد احسبها من جديد وما بقدر برضو اعمل زي لو كانت رينج سام كويري بدي سام من لفت لرايت ممكن اعمل اه كومولاتف سام في دي بي اري وبقدر اعرف الرينج اه المجموعة اللي فيه بوف ون برضو من خلال الدي بي بس هون انا ما بقدر لانه منم انا ما بعرف انه يعني لو انا عرفت مجموعة او اقل رقم موجود من واحد لا اكس معينة انا ما بقدر الغي من مجموع مثلا من واحد لاي انا ولو بدي اكس من واي من اكس بالنسبة للسام انا كنت اخذ مجموع اللي موجود لعند الواي الغي منه المجموع اللي موجود قبل الاكس بالنسبة للمنمم انا ما بقدر اعمل حركة هاي لانه ما بعرف المنمم موجود بالرينج بين اكس واي ولا موجود قبل ولو كان موجود قبل شو المنمم الجديد اللي راح يصير اللي اعتبره هو المنمم المشكلة انه لما احلو بروت فورس الكويري من النوع الثال الاول الكمبليكس تبعت كل كويري بدي اجاوبها بوف ان لانه ممكن انه يعطيني كل كويريز تكون من واحد لا ان هاضطر كل مرة الف لوب من واحد لا ان وعدد الكويريز عشرة وسخمساك عشرة وس عشرة time limit exceeded مستحيل اقدر احلها فعشان هيك بنستخدم اه السيجمنت تري بتخليني انه اقدر الرينج من لفت لرايت اقدر اعرف كم اقل رقم موجود فيه بلوغ الان وبقدر برضو اعدل اي اندكس بدي ايا اه بلوغ الان السيجمنت تري هي باينير تري عادية لو شفنا هاي السيجمنت تري مثلا الريط طولها سبعة والاندكس فيها من الصفر من صفر لستة اه النود هاي عادية اه الروت فيها بيمثل السيجمنت بيمثل الاري كاملة كل نود احنا بنعبر عنها انها هاي بتمثل رينج من اه من اس لاند من استارت لاند منسبة للروت دائما بيمثل من زيرو لان ما نصوني اللي هو الاري كاملة الاري كاملة اللي يفصل اللي عندي كل واحد بمثل من اس ل اس يعني هون زيرو زيرو وان لا وان طولة وان هذو بمثلا عمي هون تو له تو هي بالاريه الاصلية يعني يمثل نفس الاندكس من القرية اه الاصلية معنى انو مثلا عندي من اثنين الى ثلاثة معناطه هذا اه او هي النود اه تتمثل اه ا blir من اثنين الى ثلاثة تمثل بالاريه. بن زير ل معناطه هي بتمثل زير وان او تو ثري بالاريه الاصلية. كما انو هون انا اه معناه رح اكون خزن فيها اقل رقم موجود بالرنج من صفر لثلاث. لو كان مجموعة رح تكون خزنة مجموعة الارقام من صفر لثلاث. وهي رح تكون مثلا مجموعة الارقام من صفر من اثنين لثلاث. كمان ممكن انه اعمل عليها مثلا لو انا بدي لرنج معين انه هاي اعتبرها هي لكل الارقام او لكل ارقام بالاري من اندكس زيرو لاندكس اه ثري. فنلجح احنا هون اه الروت قلنا بيمثل السجمنت اه الاصلي او الارقام. انا عندي دائما في البانير تري في نود على الفت ونود على الرايت. بالنسبة السجمنت تري النود اللي على الفت بتمثل النص الاول للسجمنت تبع النود نفسها. يعني انا هون مثلا النود هاي بيتمثل من زيرو لستة. النود اللي تكون على تبعها رح يتمثل النص الاول للسجمنت تبعها اللي هو من صفر لستة. اللي هو لو جبت انا بالنسبة للرج اللي عندي اللي هو صفر زائد ستة ع اثنين اللي هي ثلاث. معناته النود اللي اللي علفت رح اتمثل من زيرو لثري. النود العرايت رح اتمثل النص الثاني للسيجمنت اللي هو من البنت بلاس ون لعند الانت اللي هي نزيره البلاس سكس على اه اه ثري بلاس ون اللي هي فور من اربعة الى ستة. دايما كل سيجمنت بقسمه دايما للتو سيجمنت اللي تحته نفس الاشي. لحد ما اوصل لا الليفس اللي هو رح تكون اللي ستارت وتساوي الاند. ما في مجال انه اقسم كمان خلاص هي النود هاي بتمثل عنصر واحد بالاري اللي هو الاندكس تبعه بساوي الاس وبساوي اه الاند. سأنا ما رح ابني الدات ستركشر هاي ما رح ابنيها عبارة عن تري زي هيك رح ابنيها عبارة عن الاري. بالنسبة للبانير تري لو بدي ارقم النودز ابلش من الليفل مثلا واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احداش اتناش تلتاش. لما اكون انا واقف على النود هاي واحد. دايما رقم النود اللي على الفت يعني الاندكس تبع النود هاي هو واحد. اندكس النود اللي على الفت رح يكون اثنين ضرب الواحد. اندكس النود اللي على الرايت هي اثنين ضرب الواحد زائد واحد. اللي هي ثلاث. لو اجينا هون مثلا اه اندكس للنود هاي هي اثنين ضرب اثنين اربعة. اندكس النود اللي على الرايت تبعها اثنين ضرب اثنين اربعة زاد واحد خمسة دايما على كل على كل فانا هيك بعرف الر واحدة طبعا حجم الر بما انه انا عندي عدد الليفس فيها معناته عدد النودس فيها كلها احنا بالعادة بنعرفها حجمها اربعة ان بكفة يعني ما انه بنحتاج يكون حجم اكبر من اربعة ان راح اقدر امثل كل نود من خلال الاندكس تبعها لما انا اجاد اتفرع لللفت والتright اندكس تبع النود للفت هي اثنين الاندكس تبعي اندكس النود السنود 오� pewno هي اثنين ضرب الاندكس تبعي زائد واحد طبعا كل الفانكشنز او المثود زي vez يعني بتعمل البروسس للسيجمنت الحالي بعدها بتروح على السيجمنت اليمين او للشمال او ممكنها تروح للاثنين مع بعض لو كان انا بحاجة انه تروح لتفرع للاثنين فبتروح لاثنين index النود اللي على يميني دائما بعرفها عشمالي بعرفها دائما هي 2 ضرب الindex 7 نود العيمين 2 ضرب الindex 7 زائد 1 والsegment تبع اللي على شمالي هو من بداية تبعتي لنص segment الحالي العيميني من النص زائد 1 لعند النهاية سليش بالنسبة للsegment 3 لأنه أنا بما أنه عندي binary tree عدد فيها in معناته ارتفاعها رح يكون اللي هو عدد النودزة وبلشت من الروتر رح أمر عليها فأنا أغلب على ما بحتاج أمشي أكثر أوصل لأكثر من واحدة إلا في شغلة لو أنا بدي أعمل update لرينج كامل مثلا قال لي أنه زيد لكل الأرقام من الصفر للثلاث رقم معين x بهاي الحالة نفسها بحاجة أنها تمر على كل الليفس اللي تحت السيجمنت هذا وبتمثل بالسيجمنت هاي هالحالة رجعت لكم بليكسيتي عالية ففي موديفكيشن بصير على السيجمنت 3 عشان تصير تحلها بلوق الان إن شاء الله رح نحكي عنه بفيديو آآ ثاني زي ما حكينا السيجمنت 3 كل النود بتمثل آآ سيجمنت معين مثلا واحد هي صفر 6 اللي على شمالها اللي هي الاثنين من صفر لثلاث اللي على يمين الواحد من اربع ستة وهكذا لكل آآ النودات فأنا ما بحتاج أنه أبني التري أنا بس ببني اللي هي تري هاي الراء أو سي بسميها سيجمنت تري الراء والنودات اللي فيها آآ الاندكس هو الاندكس سبع النود وكل نود معروف شو بتمثل بما أني أنا دايما رح أنسي الريكارجن وريكارجن رح يكون لما يوصل عند نوداته سيجمنت مثلا من صفر لواحد دايما رح يكون الاندكس تبعه أربعة فالفاليو تبعه رح تكون منخزنة آآ بتري آآ اوف فور لو كان عندي أنا احنا حكينا لو كان عندي باينر تري النود الحالية الاندكس تبعها بي النود اللي على يميني أو على شمالي الاندكس تبعها توبي اللي على يميني توبي بلاس ون لو كان عندي أنا سيجمنت أس لأيند معناته السيجمنت اللي على شمالي رح تكون من أس لأس بلاس اند على اثنين اللي عميني من أس بلاس اند على اثنين زائد واحد لأيند طبعا هون بما أنه رينج مينموم كويري رح أكون مخزن آآ في النود هاي هو أقل رقم موجود من الستارت لعند ستارت آآ بلاس اند آآ على اثنين هنبحكي عن الكود آآ تبع السيجمنت تري أول إشي هنحكيين بعرف ان اللي هي حجم الأرية الكلية ا هي الأرية تبعت النمبرز اللي موجودة عندي والسيج هي آآ السيجمنت تري أرية اللي هي نفس هالكات بالآ بالرسمة هاي هي التري أنا مسميها آآ سيج أول إشي بقرأ الان عد طول الأرية وبقرأ العناصر تبعت الأرية بعرف السيجمنت تري وقلنا السايز تبعها بعرفه أربعة ان بالنسبة للفونكشنز تبعات السيجمنت تري احنا قلنا في الاندكس البي وعندي ستارت و اند بمثلا آآ كل نود موجودة بالسيجمنت تري البي عشان الاندكس أعرف وين وين الداتا تبعتها موجودة بالأرية آآ سيج والأسول اند عشان أعرف انه يشوء مين السيجمنت اللي هي بتمثله دائما لما انا استدعي الفونكشن بانه الكارجن بديبلش من الروت تبع آآ السيجمنت تري اللي هي النود رقمها واحد وبتمثل السيجمنت من زيرو لأن مينس وين هاي ثابتة بالنسبة لكل الفونكشنز تبعات السيجمنت تري اول فونكشن بحتاج اني اكتبه هو فونكشن بيلد الفونكشن بيلد هذ بس باخذ اندكس للنود والسيجمنت اللي بتمثله الباسكاس فيه مما انه ركارجن اكيد فيه باسكاس انه الاس بتسوي اند بعناته هو وصل لليف بما انه وصل لليف احنا حكينا انه آآ النود الليف الاس بسوي بالاند وبسوي الاندكس تبع العنصر اللي هي بتمثله انه هي بتمثل بس مثلا من زيرو لزيرو معناتوا هي بتمثل العنصر زيرو للموجود الاري اي 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 باخذ قيمته بخزنه بسيج اوف بي لأنه قلنا سيج اوف بي هو بتخزن الداتا الخاصة بهاي النود اللي السيجمنت تبعها من اس ل اي والاندكس تبعتها اي بي وبعمل ريتير لانه انا ما رح اقدر اقسم تحت هي البيس كاس بدي اعمل بلد بدي ابني الاري بالنسبة للشمال والليمين هسا بالبداية الاري كلها او السيجمنت تري مش مبنية الداتا موجودة عندي اه بالاري اي بدي اعب الاري هاي على السيجمنت تري فبدي اعمل بلد لليمين للشمال وبلد لليمين بالنسبة بقول بلد للشمال حكينا انه الاندكس تبعتها توبي والرانج تبعها او السيجمنت تبعها من اس لاس بلس اند على اثنين بالنسبة للرايت هو توبي بلس ون والرانج تبعها من اس بلس اند على اثنين بلس ون لعند الاند لما اخلص انا حسبت اقل المن او اقل مجموع موجود مثلا بالنود هاي وبالنود هاي لانه انا بدي اعمل بلد هذول كلهم نسى فاضيات بدي ابلش بالروت دايما بدي اروح اعمل بلد هون واعمل بلد هون هاي رح تتفرع على الشمال وعاليمين لحد ما وصل الليفس الليفس عبيتهم رح اصير ارجع انا بالنسبة للنود هاي هي بتمثل من زيرو اللون معناته بتمثل ايش اقل المنط موجود بالرانج من زيرو اللون مش انا قسمت اه السيجمنت عندي لنصين النص الاول باللفت والنص الثاني بالرايت الليفت شو فيه فيه اقل عنصر موجود باللفت سيجمنت لالي اللي هو النص الاول لسيجمنت الحالي الرايت فيه النص الثاني اقل المنط موجود بالنص الثاني انا ما في داعي ارجع امر على الاندكس كلهم من زيرو لوان مثلا فباخذ اقل المنت موجود باللفت اقل المنت موجود بالرايت وبحطه عندي اللي هو راح يكون جواب بالنسبة للنود اربعة اللي هو اقل المنت موجود من زيرو لوان هاي راح حسبها بنفس الطريقة مثلا انصلت للنود اثنين اثنين انا عندي مقسمة لتو سيجمانت اللي هو زيرو وان واثنين ثلاثة زيرو وان حسبت من خلال الزيرو من خلال الون الثو ثري حسبت من خلال الثو والثري عسا زيرو ثري بتساوي اقل المنت او اقل عنصر بالارة موجود بالرينج او بالسيجمانت من صفر لثلاث اللي فتبعي فيه اقل المنت موجود من صفر للواحد الرايت من اثنين لثلاث هما ظل بمثله السيجمانت كامل فباخذ المنت الموجود بالاول والموجود بالثاني او الموجود باللفت موجود بالرايت اقل واحد فيهم هو جواب النود اه اه اثنين بالنسبة للواحد رح تصير بنفس الطريقة انه انا عندي المنوم مخزن من زيرو لثلاث وهون مخزن من اربعة لستة انا بدي من زيرو لستة فهو رح تكون اقل اما الموجود باللفت او الموجود بالرائت لانه الموجود بالرف من زيرو لثري ومن اربعة لستة موجود بالرائت فما في داعي احسبهم اه من جديد فبعمل بلد لللفت وبلد للرائت لما اخلص بخزن في سيق اوف بي المنوم بين الموجود على الليفت تبعي والموجود على الريت اه تبعي بالنسبة للأبديت او الاد اول ايش الثري برامترز الاولى قلنا ثابتات في كل الفنكشنز او الميثودز تبعات السيجمنترين اللي هما الاندكس والسيجمنت اللي بتمثله بالنسبة للأبديت الابديت شو بحاجة لايش الاندكس اللي ما انت لتتقدل عليه والفاليو الجديدة تبعته اذا وصلت ليف بما انه هو ريكارجن برضو له بيس كاس بما انه اذا وصلت للليف معناته الاليمنتر الجديد خلاص حطه في السيج اوف بي لانه انا وصلت لستارت بتسوي عنده هي بتمثل الاندكس اللي انا بدي اعدله لانه انا لما اجي اتفرع بالنسبة للأبديت انا دايما واقف على اي مثلا انا بالسيجمنت هون انا واقف بدي اعدل الاليمنت الموجود بالاندكس الواحد انا بعرف انه السيجمنت العلاج الشمالي من زره لثلاث وسيجمنت عايمين من اربعة على ستة الواحد اين موجودة؟ موجودة بالليفت من ضمن الرينج لبع اللفت فما في داعي اروح استدعي بالنسبة للرينج الرايت لانه انا عارف اصلا انه الاندكس الواحد مش موجود بضمن الرايت مش موجود بضمن اه او السيجمنت الرايت اللي الي اكيد رح يكون موجود بالليفت اذا مش موجود بالليفت اكيد موجود بالرايت فانا دايما بروح باتجاه واحد يعني هون كانت الاي اقل او تساوي ستارت بلاس اند على اثنين يعني موجودة دخل اللفت بروح للليفت بعمل ابدات تو بي اس لس بلس اند على اثنين اي و في نفسنا انه الاندكس دائما ثابت انا بدي اعدل عليه بدي اعدل اندكس اي و في مستحيل انه بكل معينة يتغير الفاليو دي اعدل عليها ويتغير الاندكس اذا ما كانت اقل او تساوي الميد بوينت تبعة السيجمنت الحالي معنات واكيد موجودة بالرايت عشان هيك بالنسبة للباس كيس لما اوصل الستارت بتساوي اند انا متأكد انه الستارت بتساوي الاند بتساوي اه الاي فبعدل سيجوف بي مباشرة لانه بي هي بتمثل الاندكس تبعة النود اه هاي بالنسبة لفنكشن الابديت او اللي هو ممكن اعتبره او اسميه اد انه بيضيف اه المنت ممكن استغني عن فنكشن البلد بدل ما اعمل بلد لتري كلها مرة واحدة كل ما اضيف المنت بالبداية انا باعتبر السيجمنت تري كلها صفار كل ما اضيف المنت بس بعمل ابدات لقيمته كانت قيمته في البداية الصفر راح تتعدل بقيمة جديدة بس الكمليكس ما راح تفرق لانه بالنسبة للبلد الكمليكس تابعته ان لوق الان راح يمشي لارتفاع تري كامل ورح يمر عالليفس كلهم الليفس عددهم ان وارتفاع تري لوق معنته ان لوق الان بالنسبة للابديت فما راح يمشي اه نفس اليش راح يمشي بالنسبة لكل اه اندكس لوق الان بمعنه هون انا دايما بتفرع لجهة واحدة بس فما راح اكثر اوصل لأكثر من ليف معاته انا لجل ان اللي هو ارتفاع تري بس بس انا بدي اعمل ابديت لكل الاليمنتس اللي عندي فظلت اه ان لجل ان الفنكشن الثالث اللي بحتاجه الget هس انا عملت ابديت لاندكس معين سظل انا بدي بين اي و بي مثلا سيجمانت معين بدي شو اقل رقم موجود سلو اجينا احنا على السيجمانت اللي انا ببحث عنه من الى بي ممكن يكون باربع حالات يكون السيجمانت اللي انا بدور عليه الى بي موجود في داخل الرانج ستارت اند الرانج تبع النود الحالية مثلا النود انا عندي زيره لسيكس وانا بدور قاعد على السيجمانت من طولة ثري طولة ثري موجود جوا ما بقدر انه اخد جواب مباشرة من النود هاي لانه النود هاي فيها جواب زيادة انا او فيها عناصر انا ما الها دخل في الجواب تبعي انا الجواب تبعي بس بمثل اثنين ثلاثة هي فيها من زيره لون زيادة وفيها من اربعة اه لستة زيادة كمان انا بس بدي الرانج تبعي الكاس الثاني برضو نفس الكاس هاي اللي هي ممكن يكون نصه موجود جوا ونصه لا يعني انا اه موجود نص السيجمانت تبعي او مثلا جزء منه موجود في داخل السيجمانت تبع النود هاي مثلا النود الحالية من اربعة لستة وانا قاعد بدور من زيره لخمسة فانا عندي اربعة لخمسة بس مشتركات معه بس ما بصير برضو اعتبر الجواب لانه في داتا زيادة ما الها دخل بالجواب تبعي الحالة الثالثة انه يكون الـ A والB هما اكبر من السيجمانت او السيجمانت تبع النود الحالية يعني الـ start والإند موجودة او السيجمانت تبع النود اللي انا واقف عليها موجود في داخل الرانج اللي انا ببحث عنه يعني مثلا انا بدور على جواب من صفر لستة والرانج تبع النود الحالية من اثنين لثلاث معناته اثنين لثلاث هاي الـ data كلها اللي فيها او هي فيها اقل رقم موجود بين اثنين لثلاث هاي كلها جزء من الجواب اللي عندي فلازم انه ادخلها في الجواب الكاس الرابعة انه الـ start to end ما يكون لها دخل بالمرة بالجواب او بالرانج اللي انا ببحث عنه مثلا انا ببحث عن الرانج من زيره لتو والنود الحالية من 4 على 6 بهاي الحالة ولا رقم في segment الحالي او segment تبع النود الحالية اه فيه اي رقم بيأثر على الجواب فبحتاج انه ارجع منه رقم ما يأثر على الجواب مثلا هون انا minimum برجع منه رقم كبير كثير عشان لو انه عمل له minimize مع الجواب ما يأثر اه على الجواب اه اللي عندي فالحالة الاولى بالالمنت بين start والend او بين s و end مباشرة بنعمله minimize مع اجزاء الجواب الاخرى لانه الجواب هون مثلا فيه جزئين جزء هون وجزء هون لسه ما نحسب مثلا راح نحسب بـ segment ثانيات فبرجع عشان يعمل minimize اه معهن لانه segment الحالي هو كله من ظن الجواب اه تبعي الحالة الرابعة اللي هي اخر حالة هاي انه segment اصلا s اكبر من end اللي هي s اكبر من b او ال end هاي اقل من اين انه segment start لاند موجود قبل segment تبعي معاهنه ما انه دخل بالجواب فبما انه رحين عمل له minimize فبرجع max value لانه هون قاعد بعمل minimum لو انا كنت بعمل maximum بدرجع اه نقم صغير كثير من value انت جرت من value اذا انا قاعد بعمل مثلا summation فبديشي ما يأثر على السم اللي هي اه الزيو لو كنت انا ضرب لمجموعة من العناصر مثلا بدرجع رقم ما يأثر على الضرب اللي هو اه الواحد عسا بالنسبة لل segment اذا ما تحققت لا الحالة هاي ولا الحالة هاي اذا ما تحققت لا الحالة هاي ولا الحالة هاي يعني يا اما اه segment لانه كله موجود في داخل الكويري تبعتي ولا انه ما له علاقة فيها معناته هو يا اما الحالة هاي او الحالة هاي جزء منه بدية سجزء منه بدية ما بقدر انه اتفرع انا باي position بدية بسيجمتري لانه دائما التفرع بمر على النص بقسم بالنص لنود على اللفت ونود على الرائت فالحل هون انه اقسم عن النص واخذ المنموم بنبر ارجع لك من اللفت وارجع لك من الرايت عسلما انت تقسم عن النص السيجمت او الكوير اللي انت رحت استدعيتها مش رحت استدعيت تلقيت على السيجمت اللي موجود على اللفت ممكن يوصل لأي كاس من الكاسات الثانية ممكن انه يوصل انه الجزء كامل ما له دخل زي هون مثلا او انا قسمت هون فراح يوصلي او لو انا قسمت هون رح يوصلي النص اللي على الرايت ما له دخل بالجواب النص اللي على اللفت هو كله موجود في داخله فبرجع الجزء هذو رح ارجع قيمته الجزء هذو رح ارجع بداله انفينيتي ممكن انه يوصل لكاس مثلا مشابهة لهاي انه تصير جزء منه في داخلي السبع عمل كمان مرة بقسم من عنده اه كمان مرة لو قسم مثلا هون فانا رح اصير بداء نهايته عند النهاية تبعتي نهايته عند نهاية النص السيجمنت هاي او هو موجود جزء منه في داخله رح احتاج اتفرع كمان مرة رح الاقي انه فون جزء هاد موجود كله في داخل السيجمنت تبعي برجعه هذا برضو لسه جاي الجزئين برجع اقسمه كمان مرة فجزء منه دخل وجزء منه خارج السيجمنت فانا دائما بظلن اقسم في السيجمنت لحد ما يصير عندي اوصل لكيس من هذول اللي هما بقدر اجاوبهم اه مباشرة اللي هيكون السيجمنت تبع النواد الحالي كله في داخل الكواري او كله خارج الكواري اللي هما النوعين الاول الاول والثاني دائما بقسم من نص لحد ما اوصل لهاي او لهاي اللي هي بس بس استدعي من لقت وف 2 بي اس لس بلاس اند عثنين وبعطيها نفس الكواري اللي هو او بي والسيجمنت اللي على الرايت 2 بلاس 1 اس بلاس اند عثنين بلاس 1 لعند الاند والسيجمنت اللي عندي او بي وباخذ المنوم اللي برجع من الليفت وبرجع من الرايت ممكن طبعا جزء فيهم قلنا انو يروح ويصير ما له علاقة بالجواب تبعي او السيجمنت تبع النود هاي خارج الكواري كلها فمن هون راح يرجع انفلتي فرمان راح يأثر على المنوم في فانكشن ثانيات ممكن مثلا تنضاف على السيجمنت ري مثلا لو قل لي انو الر راح اضيف العناصر فيها بده انو لو ترتبت هاي الر من العنصر اللي بيكون ترتيبه مثلا الكيث الكيث نمبر موجود في الوردر لو رتبت الاري هاي كلها لو كان السيج اوف بي خزنت في عدد العناصر الموجودة بالسيجمنت من ستارت لاند والاندكس عندي ستارت واند ما كان اندكس في الر كان هو تبعت الرقم مثلا ضفت واحد بروح الواحد اللي ظهرت عندي بالرنج مثلا بين الواحد لأربعة فكم رقم من واحد لأربعة ظهر عندي وهكذا لما انا اجب دبحث عن الكيث فانا دايما بتطلع على السيجمنت الليفت والسيجمنت الريت بالاول على السيجمنت الليفت بتطلع عنه كم الموجود فيه مثلا انا قاعد بدور السيجمنت الحالي من الواحد لثمانية بدي الخامس رقم فبتطلع على السيجمنت الواحد لأربعة كم رقم موجود فيه اذا عدت الرقم موجود فيه اقل او تساوي الكي معناته الرقم تابعي مستحيل او اقل من كي معناته الرقم تابعي مستحيل يكون موجود بالليفت لانه مثلا اللفت فيه اربعة رقم رقم الخامس الرقم تابع وين رح يكون موجود بالليفت بس ما رح يكون خامس رقم بالليفت لانه فيه اربع عناصر راح على اللفت فرح استدعي على الريفت ويكون الرقم الموجود او الموجود بالليفت لو كان عدد الموجود بالليفت اكبره وتساوي الاليمنت بدي يمن هتونا الاليمنت اللي بدي رح يكون موجود بالريد نرجع للبروبلم اللي بلشنا فيها للبروبلم هاي اول اشي قلنا عدد النوع عدد او طول الري وكيو عدد الري نفسها عندي خمسة اللي هم عدد الري نفسهم كيو معناته كويري من واحد لخمسة والأبديت الاندكس ثلاث خلي فيه ستة يعني اعمل أبديت ننسخ الفنكشنز الموجودة هون خذها على الكود حطها هون في البداية بدي اعرف الري اي او حجم الري اي او الاشي وعرف الري اي نفسها والري اي سيجم وبيدي كمان اقرأ رقم اا او عدد الكويريز بدي اقرأ اا انو كيو او 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 ها ان. وبدأ اقرأ العناصر اه تبعة الاري. نعمل لوب على الانش اقرأ العناصر. اعرف السيجمنت اه تري اري اللي هي حجمها اربعة ان. اعمل بلد لسيجمنت تري. وكل تبعات سيجمنت تري دائما ببلش الاندكس تبع النود الاولى وواحد. والسيجمنت اللي بتنثله من زيارة لان ماينس ون. لما استدعي البلد اه راح تعمل اه ابدات او تبني التري كاملة. ممكن انا اعتبر انه مدام التري بالبداية فيها اه صفار. فلو اعملت اه فور على الاري نفسهن. على عناصر الاري نفسها. كل مرة اعملت ابدات لالبي هي واحد من زيرو لان ماينس ون. اذول ثابتات. الاندكس اي والفاليو اللي في اي. اه الكود هاي انه استدعي البلد هو نفسه انه اعمل ابدات مباشرة اه لكل اه اه لوحده. نعمل لوب على عدد الكواريز اللي موجودة عنا. كل مرة بدي اقرأ اه كراكتر اللي هو بمثل الكواري نفسها. اقرأ سترنج واباخد اول حرف فيها. اه وبيدي كمان اقرأ الليفت او اي و بي. اذا كانت اه السي بتساوي يو. معناته هاي ابدات. بما انه الاندكس هو مرقم لي اياهم هول ماعطيني اياهم بالانبوت اه من الواحد فانا ما بانني مرقم من الزيرو بدي اطرح واحد من الاي. واعمل بالنسبة البوزيشن اول اشي انه ابلش من الروت من واحد وزيرو ان مانس ون. الاندكس اللي بدي اعدل فيه هو الاي والفاليو الجديدة تبعته هي البي. اذا ما كانت اه السي بتساويه ومعناته هي اه كويري. ما انه الاندكس برضو بدي اطرح من اي ومن بي لانه هذو صار اه بدي اطبع او ناتج الكويري بالبداية والاشي طبعا مبلش من الروت. ون وزيرو ان من اي لبي. ناتج الكويري من اي لبي في السيجمانت اه اتري. نجرب معطيني اياهم. واحد واحد اثنين واحد. تمام. اه نعمل سبمن. موسيقى ترجمة نانسي قنقر اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب